وخلاص الموسم الكروي في أوروبا بينتهي مبارح كان نهائي بطولة المؤتمر والأوروبي ويوم سبت دوري الأبطال بين ليفر بول وريال مدريد موسم ناجح للمحترفين المصريين بره مشرفيننا في الحقيقة سواء صلاح أو النني حتى المحترفين في الدوري التركي تريزي جي مصطفى محمد وأحمد ياسر وكمان كوكا خلونا نتكلم أكتر عن الموسم الأوروبي وفرص نهائي دوري الأبطال وتصرحات صلاح حول ليفر بول مع ضفنا محمد خالد الناقد الرياضي صباح الخير منوارنا في صباح الخير يا مصر صباح الخير مبسوطا أنا معاكم صباح الفلة على كل المشاهدين منوارنا يا محمد شفت إزاي بطولة المؤتمر الأوروبي يعني شايف أن ده طبعا نسخيته الأولى شايف أنه البطولة دي كانت نكحة ممكن تستمر ولا هل ده بيبقى ضغط على اللعيبة في ظل المبارات الكثيرة اللي هم بيلعبوها في الحقيقة فكرة إنشاء دوري المؤتمر الأوروبي من البداية أصلا جات للويفا أو الاتحاد الأوروبي لإعطاء الفرص للفرق في الدول ذات التصنيف الأقل للمشاركة القرية يمكن في دول كتير جدا جدا بيبقى عندها مقعد أو اتنين على حد أقصى للمشاركة في دوري أبطال أوروبا وفي الأوروباليج أو الدوري الأوروبي وبالتالي شايف الويفا أنهنا ليه ما ننشأش بطولة جديدة تسمح للفرق ذات التصنيف الأقل أو الفرق اللي ما بيبقى عندها صعوبة شوية في المشاركات القرية بحكم تصنيف الدول اللي هي بتلعب فيها نهاية شارك قرية وده بالفعل اللي أنشأوا أو قرروا الويفا من خلال إنشاء بطولة دوري المؤتمر الأوروبي ومنح الدول ذات التصنيف الأقل مقاعد أكبر في البطولة وبقى فيه منافسة حقيقية في الدول دي للحق بطولة دوري المؤتمر الأوروبي والمشاركة القرية فأنا شايف من وجهة نظر إن هي بطولة نجحة بطولة يعني إدتنا فكرة أو خلتنا نتابع فرق ما كناش بنتابعها للفترة الأخيرة فرق كانت غابت عن المشاركات القرية بحكم بقى ظهور النفوذ المالي وظهور فرق جديدة معها أموال أكتر ومعها فلوس أكتر فصرفت وقدرت تدعم نفسها ففي فرق تراجعت بعض الشيء بحكم إن الجانب المالي عندها مش أحسن حاجة وبالتالي تراجع تصنيفها في الدوريات بتاعتها جي دوري المؤتمر الأوروبي وأظهر لنا الفرق دي تاني شفنا مبارح روما بيتوج بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في نسخيتها الأولى روما فريق من الفرق الكبيرة جدا جدا في إيطاليا غايب عن البطولات بقاله 15 سنة تقريبا دي أول بطولة قرية في تاريخه جي جي زي مورينيو المدرب التاريخي طبعا وجدت نظر يبعتبره من أساطير التدريب في أوروبا وقدر يرجع بالفريق مرة تانية لمنصات التتويج كانت ليلة عظيمة للجمهور روما مبارح يعني نقدر نقول إن البطولة دي هي بمثابة إعادة إحياء لفرق طغى عليها المال والنفوذ في الأنديا الكوبرا الأفضل وصف يعني فيه فرق كتير جدا جدا زي ما بقولك روما دلوقتي روما من الفرق الكبيرة في إيطاليا لكن الفلوس ما بتمتلكش أموال كتير فبالتالي المنافسة مع إنتر ميلانو مع إيسي ميلانو مع يوفينتوس كانت صعبة جدا الفترة أعوز أقف هنا بقى عند تصراحات محمد صلاح كلنا تابعنا مبارح المؤتمر ويمكن محمد صلاح تحديدا أي ظهور للعالم كله ومش أقول بس المصريين بيتابع تصراحات صلاح صلاح في الحقيقة محمد بقاله تقريبا من الكلم في شهر شهر ونص كل تصراحاته موجهة لريال مدريد والنهائي ويمكن قالها هنقاتل وهنقاتل علشان خاطر ليحنا نحقق هذا اللقب وهذه البطولة البعض كان بيشوف أن التصراحات دي هي تصراحات لزرع أقول لك الحماس في نفوس زملائه والبعض وهنا بنتكلم على النفسيين تحديدا قال لك لا ده زود الضغط انت شايف التصراحات دي ازاي تحديدا تأثروا بإصابته في 2018 أمام الريال يعني احنا ممكن ناخد من الجزئية الأخيرة دي ونتكلم يمكن صلاح مش ناسي لحد دلوقتي نهاية 2018 صلاح حظه سائق جدا أمام ريال مدريد واجه ريال مدريد من قبل في خمس مباريات سواء مع روما فريقه السابق أو مع ليفربول فريقه الحالي مكسبش ولا مر لكن على ذكر بقى نهاية 2018 نهاية 2018 ده هو أصعب لقاء لصلاح أمام ريال مدريد وهو أتكلم عندها صابت راموس الشهير بالضبط هو أتكلم حتى عندها في المؤتمر الصحفي مبارح وقال إن دي لحظة من أسوأ لحظات مسيرتي بممكن اللحظة الأسوأ صلاح كان عنده فرص كبيرة جدا أنه حقا دوري الأبطال في 2018 حتى قبل ما يخرج بصدره يعني حقا ذكرت بقى 2018 أثرت على صلاح في كاس العلم أكيد أكيد ما أنا بقول لك يعني صلاح قبل إصابته في مباراة ريال مدريد كان ليفربول صاحب الكلمة العليا وهو اللي مسيطر على المباراة وقريب جدا جدا من التسجيل صلاح كان أخطر عنصر في المباراة مع إصابته وخرجه من المباراة ليفربول تراجع كثيرا وأنه ده اللي سمح لريال مدريد أو أعلى أفضلية وكافة ريال مدريد في الفوز بالمباراة صلاح يمكن إصابته في كده في وقتها ما كانتش إصابة سهلة خالص وده كان أثر عليه في كاس العالم وغيب عن مباراة أورجوي مباراة أورجوي اللي افتتاحية في البطولة وحتى لما شارك بعد كده قدام روسيا وقدام السعودية ما كانش صلاح بالمستوى كان لسه برضو خايف أصر الإصابة كانت لسه مؤثر عليه وكل ده عامل لصلاح بقى قلق يعني كل ده الزكريات اللي في 2018 دي مؤثر على صلاح سلبيا لحد النهاردة وده اللي مخليه متحمس جدا لمواجهة ريال مدريد طيب أب الزبط هو قال له أنه عنده دفع الانتقام نحن بقول التصريحات ومباراة صلاح صرح طبعا أنه هيكمل مع ليفر بول مفاوضات كان بقالها كثير جدا ما كانش الأمر ده محسوم احنا كجمهور بقينا يعني لويل قوي لليفر بول عشان محمد صلاح طبعا بيكونوا عايزين نعرف معه ولا لأ فخلاص هو يعني حسم الجدال في الموضوع ده بس عشان برضو أوضح لك حاجة هلسه مفاوضات مستمرة لكن هو قال أنه مع ليفر بول هو مستمر لأن عقده مستمر لكن قص التجديد عقده دي ما تحسمتش خلص ومفاوضات ما زالت جراحة فهو قال ده مرح في المؤتمر بس أنت قالت هو أعلن أن هو مستمر ومفاوضات مالية شغالة ومفاوضات مالية شغالة ما هو مش بإيده هل التصريح ده عشان يعني يطمن الناس أو يبث روح مثلا المنافسة أكتر ضمن العيبة للفريق عشان المباراة مع ريال مدريد ايه سبب التصريح ده صلاح في حديثه عن تجديد عقده مبارا قال أنا مش هينفع أكون أناني أو مش هقدر أكون أناني في التوقيت ده أنا دلوقتي كامل تركيزي مع ليفربول في المباراة النهاية أنا بسحل التحقيق دوري أبطال أوروبا للمرة التانية وعشان يطمن جمهور ليفربول تحديدا قال إن هو على الأقل خالص يعني في أسوأ الظروف هو مكمل لنهاية عقده لكن قصة توصله لاتفاق مع ليفربول حول التجديد دي لسه متحسمتش صلاح ليه مطالب ليفربول حط عرض لسه اللي اتنين ما وصلوش لنقطة اتفاق لكن صلاح عقده مستمر مع ليفربول حتى صيف عشرين تلاتة وعشرين فهو على أقل تقدير مستمر للمسلم الجاي مع ليفربول قصة صلاح في ليفربول بعد كده أو خارج ليفربول دي لسه متحسمتش وإن كنت أعتقد يعني أن الموضوع هيتوصله لاتفاق في الآخر وصلاح هيستمر مع ليفربول صلاح عمل شعبية كبيرة جدا جدا في ليفربول واحد بقى سعوزين نتكلم في دي تحديدا يعني صلاح فيما قبل ليفربول غير صلاح اللي مع ليفربول طبعا فشايف اللي هو لقدر الله لو ما كملش في ليفربول هيأثر على شعبوية صلاح صلاح خلق شعبية كبيرة جدا جدا في أوروبا بقى واحد من أهم من جوم الكرة في العالم خلال الأربع خمس سنين الأخيرة لكن قصة أن تكسب شعبية في ليفربول وفي ملعب زي ملعب أنفل دي تحديدا حاجة مش سهلة خالص فأنا من وجهة نظري أنا شايف أن صلاح لو قرر يسيب ليفربول ده ريسك كبير جدا جدا وبيفرط هو مش بيفرط في شعبية وصلاح قريدي خلق شعبية كبيرة جدا في إنجلترا وعند جمهور ليفربول وحقق إنجازات كتير ليفربول جمهور ليفربول عمره ما هينساها لكن حافظ بقى على ده استمر كأسطورة في ليفربول ليفربول أعظم نادي في إنجلترا نادي كبير جدا جدا عنده أساطير كبيرة جدا جدا فأنت خلال أربع خمس سنين قدرت تحط نفسك في نفس المكانة مع أساطير قعدت في ليفربول عشرين وخمسة وعشرين سنة بتلعب كرة فأنا شايف إن صلاح لو فرط في ده هيبقى بيفرط في مكانة صعب النهاية تتكرر تاني مكانة كبيرة جدا في نادي تاريخي مع جمهور عظيم بيقدر صلاح جدا جدا وبالتالي أعتقد إن الأفضل لصلاح من وجهة نظري أنا هو تجديد عقده مع ليفربول خصوصا إن الفوارق ما بين اللي طلبوا صلاح والمعروض من ليفربول مش كبيرة قوي يعني وصلاح الكيميا بتاعته خلاص مشيت مع ليفربول مع جمهور ليفربول فأنا من وجهة نظري إن الأفضل بالنسبة لصلاح هي تجديد عقده والبقاءة مع ليفربول لفترة أطول طيب لو لأسوأ الظروف ما حصلش ده هل ممكن يروح فعلا ريال مدريد؟ بس داد بعد التصريحات هو لا يعني هي تصريحات صلاح ضد ريال مدريد هي مش ضد ريال مدريد هي تصريحاته التحفزية لولا هي عملية فقر بقى خلاص هو هو ما بيهاجمش ريال مدريد وما بيصخرش من ريال مدريد خالص صلاح مدرك جدا لقيمة ريال مدريد وأكد على دان برح في المؤتمر الصحفي قال إن ريال مدريد عنده لعبة من أهم اللعبة مش في العالم في تاريخ الكورة وعنده من واحد من أنجح المدربين في تاريخ أوروبا هو كارلو أنسلوتي وبالتالي واضح جدا أن تصريحاته مش سخراء أو تقليل من ريال مدريد على قد ما هي رغبة في الصقر من ريال مدريد ورغبة في أنه يتوق بالبطولة الثانية مع ليفربول قسط من صلاح يروح ريال مدريد دي وارد جدا وارد بشدة كمان لأن كليا نمبابي الهدف الأول لريال مدريد على مدار السنتين اللي فاته واللي تقريبا كان هيشارك في نفس المركز بتاع صلاح مع ريال مدريد خلاص جدد عقده مع بريستان جرمان وما بقاش في كليا نمبابي بعد نمبابي في المركز ده أفضل لعب في العالم في الحتة دي هو محمد صلاح بالتأكيد محمد صلاح هيبقى واحد من المرشحين للانضمام لريال مدريد في حالة أن ريال مدريد فكر أنه يدعم المركز ده لأن ريال مدريد حتى بعد فشل صفقة نمبابي فهو عنده عنصر خطير جدا اسمه رودريجو لعب شاب لعب برازيلي لعب مؤثر جدا مع ريال مدريد الفترة الأخيرة سواء في الليجة أو في دورة أبطال أوروبا وبالتالي في حالة أن ريال مدريد تفكر أكيد صلاح هيبقى واحد من المرشحين خصوصا أن عقده بينتهم على ليفربول السنة الجاية وفي حالة انضمامه لريال مدريد مش هيكلف النادي أي شيء سوى ردبو هينضم بشكل مجاني وبالتالي ممكن يكون صلاح واحد من المرشحين ينتقل من المرشحين فخور محمد هو بيتكلم النهاردة على من أكثر المباريات امتاعا وتشويقا فيها فمش بنتكلم كمان يعني على الدوريات المحترفين بقى بنتكلم على صلاح بس وغيره لأم بارح كمان كان فيه يمكن حسم لجدال كبير جدا النني مضبوط مضى العقد الدارح هاوزين نعرف شايف ازاي ما سرته مع الأرسنال بشكل عام ورأيك فيه العقد اللي تم التوقيع عليه بالأمس بص هو النني على مدار الموسم الماضي أو في بداية الموسم الماضي تحديدا كانت مشاركته مع أرسنال ضعيفة جدا جدا وده خلق أو فتح باب لفكرة رحيل النني عن أرسنال وبالفعل تلقى عروض كتيرة جدا تحديدا من تركيا ومن أندية الكمة في تركيا زي جلات اسراي وبشكتاش وفنر بخشة كان فيه اهتمام كبير جدا جدا بضم محمد النني خصوصا أنه له تجربة سابقة في بشكتاش وكانت نكحة أيهما أفضل أيهما أفضل اللي هو استمراره في الأرسنال لا طبعا استمراره في أرسنال ده قصة تاني خالص أكيد فما أنا عايز أقول لك أن ده كان مرشح هو بشدة أو كان ده الخيار الأفضل لنني في وقتها لما ما كانش بيشارك كان لازم يرحل عن أرسنال وكان لازم ياخد فرصة لمشاركة خصوصا أن عقده كان بينتهي بنهاية الموسم ده وما كانش فيه أي اهتمام أو أي فرصة بياخدها النني لكن القدر بقى سمح له في الجزء الأخير من الموسم بأنه يشارك بشكل أساسي وكان عنصر مؤثر جدا جدا مع أرسنال في الفترة الأخيرة من الموسم قدر يستعيد ثقة مايكل أرتيتا المدير الفني لأرسنال بشكل كبير جدا وأرتيتا أثنى عليه بشكل كبير في المباريات الأخيرة لأرسنال سواء في الدوري الإنجليزي أو في مختلف البطولات اللي شارك فيها أنني مع أرسنال خلال الفترة الأخيرة كان خيار تجديده زي ما نقول كده بتوصية من أرتيتا ولما التوصية تيجي من المدير الفني دي بتبقى حاجة كبيرة وبتأكد فعلا أن المدير الفني عايز يعتمد على اللاعب ده أو واسق في قدرات اللاعب ده خيار تجديد أنني لأرسنال طبعا خيار هايل جدا جدا المنافسة في الدوري الإنجليزي مختلفة عن أي منافسة تانية في أي دوري أوروبي خصوصا مع فريق زي أرسنال واحد من فرق الكبيرة جدا جدا في إنجلترا اللي بتمتلك شعبية كبيرة جدا جدا في إنجلترا صحيح أنني جدد سنة واحدة بس مبارح لكن عقده في خيار التمديد لسنة تانية أعتقد أنني هيكون مؤثر مع أرسنال الفترة الجاية خصوصا بعدما أخذ سكات المشاركة بشكل أساسي خلال الفترة الأخيرة وبقى واحد من أهم نجوم الفريق طيب عايزين نتكلم كمان عن نجوم تانيين مصريين متقلقين في دوريات مختلفة نتكلم عن الدوري التركي عندنا تريزي جي متقلق في كمان عمر مرموش في الدوري الألماني شايفهم ازاي شايف لعبهم ازاي الفترة اللي فاتت طبعا فيه لعيبة كتير مؤثرة في مصر بخلاف في أوروبا مصريين بخلاف صلاح ونني طبعا على رأسهم عمر مرموش مع شتوتجارت في ألمانيا واحد من أهم لعيبة البوندسليجيا في فترة الأخيرة يمكننا نتكلم عن لعيبة المصريين في أوروبا وأنهم من أهم لعيبة في الدوريات الأوروبية ولو كنا رجعنا عشر سنين اللي وراء مثلا ما كناش نتوقع حاجة زي كده ما كناش نقدر نقول أن صلاح هيبقى واحد من أهم ثلاث لعيبة على مستوى العالم عندنا لعيبة من أهم لعيبة في الدوري الألماني في الدوري التركي برضو عندنا نجوم في الأندية الكبرى في تركيا بالضبط فالعيبة المصرية بدأت تثبت فعلا جدارة كبيرة جدا في أوروبا في فترة الأخيرة يمكن زي ما قلنا مرموش واحد من أهم لعيبة في الدوري الألماني وفي كلام كتير عليه هو يمكن هو معار من نادي فولفوسبرج لكن لسه ما تحسامش موقفه لحد دلوقتي في الدوري التركي عندنا مصطفى محمد بيلعب مع جلطة السرائية واحد من الأعظم الأندية في تركيا لكن مصطفى صادف وصوق حظ خلال فترة الأخيرة بحكم الإصابات المتكررة اللي تعرض لها لكنه هيظل واحد من أهم نجوم الفريق والجلطة السرائي عقد عليه أمال كتيرة جدا جدا بالنسبة لتريزيجي مع بشاك شهير هو تريزيجي معار من أستون فيلا وبالتالي عقده خلص عقد أعارته خلص وهيرجع لأستون فيلا في الدوري الإنجليزي مرة تانية يمكن لسه ما تحسامش موقفه هيستمر مع أستون فيلا ولا هيتجدد أعارته لنادي تاني بالنسبة للكوكا ماشي بشكل كويس جدا مع كونياسبور التوركي وبيقدم مستويات مميزة وده بناء عليه رجع منتخب مصر تاني مع كابتن إيهاب جلال لو هنروح سريعا برضو الأحمد ياسر ريان ماشي بشكل مميز جدا هو معار من النادي الأهلي ووارد بشد أنه يرجع النادي الأهلي لصيف ده لعب برضو مميز جدا وكله في صالح منتخب مصر يعني تقلق اللعيبة دي كلها في صالح منتخب مصر لعيبة بدأت تتوهج بشكل كبير جدا جدا في أوروبا وده اللي احنا محتاجينه في فترة الجاية خلينا نروح سريعا كده المميز جدا وتجديده لبارد سان جرمان ومراحش ريال مدريد شايف برضو ده قرار دي كانت مفاقة كبيرة جدا جدا بالنسبة لنا وبالنسبة لجميع متابعي كرة القدم حول العالم يعني مبابي في السن بقاله سنتين تقريبا كل التقارير سواء في أسباني أو في فرنسا بتأكد ان مبابي في ريال مدريد كان فعلا مبابي توصل الاتفاق مع ريال مدريد وكان خلاص لصفقة قابك أو صينة أو قدنا يعني زي ما بيقولوا لكن تدخل باريس سان جرمان بأمواله الكبيرة جدا جدا وحسم الموضوع يعني عرض خيالي تقدم من مبابي فبالتالي لعب لسه صغير في السن يعني من وجهة نظرين بيكسب كل حاجة جدد عقد بمدة قليلة بأموال كبيرة جدا جدا وبالتالي بقى عنده فرصة لانتقال ريال مدريد خلال الفترة الجاه يعني احنا بنتمنى اكيد التوفيق للعبين مصر المحترفين في الدوري الأوروبي المختلف شرفيننا ورفعين راسنا وان شاء الله اكتر واكتر كل شكرا لك الأستاذ محمد خالد الناقض الرياضي على وجودك معنا وأكيد على المعلومات القائمة شكرا لك